حكومة لم تستطع إلى الآن اختيار ممثليها حكومة لا تستطيع أن تختار ممثليها في وقت قصير كيف نثق فيها في إدارة الدولة هل تستطيع هذه الحكومة أن تلبي طموحات وأمال الشعب الكويت المنتظر؟ هل تستطيع أن توفر صحة أفضل وتعليم وتطور وطرق وبنية تحتية سليمة وزيادة في الرواتب وتحسين في الأمور المعيشية وتوفير سكن مناسب وتعينات لأبنائنا وبناتنا الخرجين الذين ينتظرون وهم قلقون على مستقبلهم نقول للحكومة وهذه رسالة للحكومة القادمة أيدينا ممدودة إليكم في حال رأينا وارتأينا أنكم على قدر المسؤولية وأنكم تقفون مع الشعب ومع تلبي طموحاته وتطلعاته لمستقبل مشرق ولكن لتكن الحكومة على يقين تام بأن هذه اليد الممدودة ستفعل جميع عدواتها التي كفل لها الدستور إن اضطرت لذلك في حال التراخي وفي حال الهدر والتكسب والفساد والمحسوبية والفصل بيننا وبينكم قاعة عبدالله السالم هناك بعض الأمور التي أطالب بها كنائب أمثل الأمة وبلسان الشعب الكويتي كافة هناك بعض الأمور أطالب الحكومة القادمة على وجه السرعة بإنجازها خلال دور الإعقاد الحالي هذه المطالبات المشروعة للمواطن الكويتي التي عانى وما زال يعاني منها واحد زيادة الرواتب وتحسين الحياة المعيشية للمواطن ونحن الآن ليصل لهذا الكلام إلى الأخ رئيس الوزراء ووزراءه نحن لا نطالب بحياة بذخ نحن لا نطالب بالإسراف للمواطن الكويتي نطالب بتحسين المعيشة في ظل الزيادة الجنونية في الأسعار وهذا المعني به وزير التجارة على وجه التحديد كذلك نطالب بالإسراع في إقرار البديل الاستراتيجي هل تدرون متى أقر البديل الاستراتيجي ومتى طرح هذا القانون منذ عام 2015 يعني قرابة الآن عشر سنوات ولم تقرر الحكومة هذا القانون لم يتم تطبيقه لوجود بعض الملاحظات كما يدعون حكومات جاءت وذهبت مجالس جاءت وذهبت والآن لم يقرر هذا البديل البديل معلق ولم يتم مقراره وكأن هناك تعمد من الحكومة بتأخير الأمور التي يمكن أن تحقق حياة أفضل للمواطن الكويتي كذلك نطالب الحكومة بالعمل الجاد العمل الجاد لإيجاد فرص عمل للخريجين من أبنائنا وبناتنا أصبح هناك كثرة في أعداد الخريجين العاطلين عن العمل بعد سنوات من الاجتهاد والمثابرة والتعب والسهر والدراسة والتكلفة المادية التي تكفلوها الشعب اليوم تكفل بأولاده وتكلفوا أموال طائلة ثم ينتظرون السنوات حسب التقارير الأخيرة التي وصلتني هناك 13 ألف منتظر للوظيفة في ديوان الخدمة عدد رهيب يجب أن تكون الحكومة القادمة تلتفت لهذا الأمر بالتفات مهم جدا ترجمة نانسي قنقر